اذا اليوم رح نكمل اللي بلشنا في المحاضرة السابقة المحاضرة السابقة بلشنا بسكشن 11.3 وكان بحكي عن المحاضرة للمات السيقوانز حكينا انه اذا كانت المحاضرة للمات السيقوانز موجودة فضعناه السيقوانز وان tenure وملات لمدة السيقوانز موجودة فمعناه المحاضرة للمات دائиру طبعاً احنا المحاضرة ينعملها as and goes to infinity ناشي بعدين حكينا انو متى بتكون مسيكونز converge بتكون مسيكونز حكينا اذا كانت مسيكونز converge عفوا اذا كانت مسيكونز converge معناته هي باوندد واذا كانت باوندد مش بالضرورة تكون converge حكينا انو من هين المطرية منقدر نستفيد انو أن arrogانت سيكونز حedge is divers هلا معناها الكونفرجنت هي باوندد لكن الباوندد قد تكون كونفرج وقد تكون دايفرج ما بقدر أحدد أما بالنسبة للنباوندد فهي إيش فهي دايفرج وحكينا برضو إنه إذا كانت عندي سيكونس منوتونيك باوندد فبتعطيني إيش مالها إنها كونفرج منوتونيك باوندد بيعطيني إيش بيعطيني كونفرج وأخذنا برضو في المحاضرة السابقة إنه قبدي أوجد النهاية للأز أنكوستو أمفينيتي كانت النهايات من نوع يكون عند كثيرات حدود على كثيرات حدود أو قد تكون كثيرات الحدود تحت جذر سواء كان جذر ثربيه أو معدى ذلك إذن هذا كل تقريبا ملخص المحاضرة اللي أخذناها في المرة السابقة أو اللي هي الجزئية اللي أخذناها من هذا السكشن هلا اليوم رح نكمل عليه إنه بطرق أخرى لإيجاد الليميت أز أني قوستو أمفينيتي للأي أن أول طريقة اللي هي ثيرة متحكي لي إنه إذا كانت الأي أن قوستو أل الأي أن قوستو أل إذا كانت الأي أن ناقص الأل goes to be إذا كانت الأي أن ناقص الأل goes to zero هلا هاي شو معناها؟ بحكي لي إذا كانت الأي أن بتروح للأل ناشي الأي أن بتساوي أل هلا إذا كونا السيكونس الجديدة شو هي السيكونس الجديدة؟ أل ناقص الأل شو يعني أل ناقص الأل؟ يعني أخذنا كل عنصر من عناصر الأي أن وطرحنا منه مين وطرحنا منه الأل شو هي الأل اللي هي المت لأل أل فبحكي للسيكونس الجديدة هاي الأي أن ناقص الأل اللي عناصرها أل ناقص الأل لو سمناها بي أن هاي السيكونس إي شمالها؟ هاي السيكونس رح تروح لوين؟ رح تروح للصفر الليميت إلها صفر هلا هاي F أن تقولي F طبعاً F أن تقول F احنا بنعرف إنها متكافئة يعني بالاتجاهين صحيحة جمالة ال-F-F-F-F-F-F-F-F ال-Apsolid Value لل-An اللي هي سمناها احنا هون ال--B-An if and if the absolute value will be and goes to a goes to zero يعني هاي شو بقدر أستفيد منها؟ بقدر أستفيد منها أنه إذا كانت الabsolid value لsequence بتروح للصفر فمعناها sequence نفسها بتروح للصفر أو إذا sequence بتروح للصفر فمعناها الabsolid value منها بتروح للصفر إذا كانت الsequence عبارة عن عناصر sequence زائد ثابت فإنه بنقدر إنه الثابت نضيفه للطرفي مين لطرفي الطرفي المت يعني هون إذا كانت الان نقص للقلب تروح للزير ومعناها الان راح تروح لمن فهوناه f and ولي f معناها الان راح تروح لمن للقلب حيث أنه زي كأنه نطفنا ال للطرفي أوكي Pension theorem طبعاً بنشي كثير من إحنا بنعرفها اللي هي شو بتحكي للبنشي كثيراً لما أخذناها بالكالكولوس 1 أكتل لي إنه إذا كان في عندي اقترانين عفوا إذا كان في عندي اقتران اسمه fx هذا الاقتران قدرت أحصره بين اقترانين fg للx و hlx بحيث إنه كانت fx بيناتهم طبعاً واللمت لهضول التو فنكشنز كانوا متساويين فبتطلع المت لأفل اكس هي نفس المت لهضول التو فنكشنز كتطبيق عليها اللي هي السيكوانز إذا كانت عند البن محصورة بين توسيكوانز اللي هي an و cn وكانت اللمت as an goes to infinity للan بتساوي اللمت as an goes to infinity للcn واثنيناتهم بيساوي l فمعنات البن رح تروح لمين هاي اختصار هاي الديقرام هاي اختصار لكل للنظرية كلها إنه البن حصرناها بين توسيكوانز هذول التوسيكوانز هذولة بروحوا لنفس القيمة اللمت لهم نفس اللمت فمعناتو كنتيجة هاي هي الريزولت اللي عندي هاي هي الريزولت الريزولت اللي عندي إنه البن رح تروح لنفس اللمت لهذولة التوسيكوانز أوكي ماشي كتطبيق عليها نشوف أول مثال تطبيق على هاي النظرية an equal cosine an over an هلا هوا أنا بقدر أحلها إما باستخدام طريقة الابسوليوت أو باستخدام طريقة البنشين باستخدام طريقة الابسوليوت إنه أخدت الابسوليوت لكوساين الان على الان طبعا إحنا منعرف إنه الكوساين بغض النظر شو كان داخله هو محصور بين مين ومين الكوساين بغض النظر شو ما كان داخل الزاوية هو شو ما كان داخل الكوساين يعني شو ما كانت الزاوية اللي داخل الكوساين هي محصورة بنقص واحد وإيش؟ فهلا لو أخذنا الابسوليوت فاليو لكوساين الان ماشي أخذنا الابسوليوت فاليو فمعناه ما رح تظهر مع القيام الموجبة رح تصير قيم الكوساين هي أكبر من أو تساوي الصفر أقل من أو تساوي مين الواحد هلا إحنا بنيها على أن لو قسمنا الطرفي المتباينة على أن طبعا لاحظ الابسوليوت ما رح تأثر لو ما أقسمه على أن لأنه أنا ما أخذ الأن إشمالها عدد إشمالها موجب لاحظ إحنا من نركز على الجزئية هاي نحنا من نركز على هاي الجزئية هلا أز أن قوست وإنفينيتي لهذا المقدار إيش بتروح للزيرو ماشي فمعناته الليمت لهذا المقدار برضو إيش مالها رح تروح لمين للزيرو أصلا حتى لو أخذنا هاي على أن الليمت برضو لهذا المقدار رح تروح لمين للزيرو فلاحظوا تولمت جوزتو زيرو فمعناه الليمت للإقتران الداخلي أو للسيكونس الداخلية برضو رح تروح لمين للزيرو أو حتى زي ما حكينا من شرط نخط مطلق خلينا هيك قسمنا على أن قسمنا على أن عرفوا على أن هلا أز أن قوست وإنفينيتي هذا المقدار رح يروح للزيرو أز أن قوست وإنفينيتي هذا المقدار رح يروح للزيرو معناه النتيجة اللي رح تطلع معي إنه الليمت لهذا الاقتران الداخلي برضو إيش مالها رح تروح لمين رح تروح للصفر فهي كما نكون أوجدنا حلينا هاي السيكونس إذن يا بتحصرها بمطلقي أما بنحصرها بدون مطلق في كل أحوال طلعت عندي الليمت إيش مالها تساوي الزيرو نشوف كوسين الان باي هلا أذكر إنه حكينا كوسين الان باي هي عبارة عن تعطيني واحد إذا كانت الان إيفن ليش لأنه لما تكون الان إيفن نحكي عن كوسين كوسين اثنين باي أربع باي ستة باي ستة باي ثماني باي هذال الكوسين إلهم شو بيساوي بواحد إذا كانت الان قد يعني باي ثلاثة باي خمسة باي سبعة باي هذال الكوسين إلهم إيش بيساوي سالب واحد فمعناها كوسين الأنباي هي واحد إذا الان إيفن وسالب واحد الان أون وهو تعريف مين النقص واحد قوة معناها كوسين الأنباي هي نفسها مين نقص واحد قوة فهلأ لو سألنا هل هاي السيكونس كونفيرج ولا دايفيرج طبعا بالمثال السابق ما حكنا أنه هاي السيكونس مع أنه لما تموجوده شو رح تطلع معي رح تطلع إيش ما لها كونفيرج أوكي طيب هلأ نرجع لهون زي ما حكينا الكنباي هي سالب واحد قوة الآن بدي أشوف هل هاي السيكونس كونفيرج ولا دايفيرج نأخذ المت أز انقوست أمفينتي لكوسين الأنباي يعني أنا بدي أخذ المت أز انقوست أمفينيتي لنقص واحد قوة هلأ نقص واحد قوة أز انقوست أمفينيتي ما فيني حدد قيمتها يعني ما بقدر أحكي إنها واحد أو سالب واحد طبعا ما بصير تطلع معي ما بصير أحكي هي عبارة عن أحكي إنها نالا نهاية لا لأنه إحنا القيم اللي معي يا سلب واحد يا واحد حسب الـ N, even or lower لهيك هاي اللي نعتبرها إيشملها does not exist غير موجود نشوف النظرية الثانية هلا النظرية الأخرى شو بتحكيلي suppose that C angles to C في عندي sequence طيب في عندي sequence اللي هي الـ C N هاي الـ C N الليمت لهاي الـ C N إيش تساوي الـ C إذن هاي في عندي sequence الليمت لها موجودة يعني sequence converge بتروح للـ C if a function F في عندي function F defined at all the C N معرف على كل سيال لا أخط بهمني إنه الـ F يكون معرف على كل عنصر من عناصر من الـ sequence ومش بس معرف بدي إياك continuous at C بدي كمان متصل عند مين عند C مين هي الـ C الـ C إلي هي عبارة عن مين عن الـ limit للـ sequence طيب الـ C هي مين هي الـ limit للـ sequence ثم F of C N goes to F of C هاي شو معناها؟ بحكي لي يعني لو طلب منك بدو الـ limit as N goes to infinity لمين لـ F في الـ C N هي نفسها طبعا إذا F ما عندهوش مشكلة بكل عناصر الـ C N ومتصل على الـ limit لـ C N هي نفسها لو أخدت الـ F والـ limit للي ما داخل الـ F أوكي أوكي هلا الـ limit للي ما داخل الـ F إلي هي limit للـ C N limit للـ C N شو حكيها لي هي C فإذا إجابتي رح تطلع إيش F C ماشي؟ مشان هيك بحكي لي إذا بدي أخذ الـ limit لـ F of C N فهي تساوي F of C طبعا إحنا بنحكي as N goes to infinity مثال عليها مثلا sign by over N طبعا إحنا بنعرف إنه by over N الصين ما عنده مشكلة على by over N ماشي؟ هلا معرف على القيام by over N هلا شو بدي أعمل بدي أخذ بدي أطلع limit لهذا لهي السيكونز مع أنها موجودة داخل الاقتران اللي هو الصين فمعناته أنا شو بدي أعمل بدي أطلع limit للي ما داخل الصين شو هي limit للـ buy over N هاي N شو limit as N goes to infinity للـ buy over N 0 أوكي بأنه limit لهذا المقدار تساوي 0 معناه limit لصين الـ buy over N هي عبارة عن صين 0 وتساوي ايش صين 0 تساوي 0 أوكي إذن لما تكون عندي سيكونز موجودة داخل الاقتران زي الصين زي الكوسين زي 10 inverse أوكي زي اللين ماشي ما كان عندي مشكلة بأي عنصر من عناصر السيئة فبهاي الحالة بقدر أطلع limit للي ما داخل الاقتران وبعدين ايش أعمل بعدين أعوض فقط صورة صورة limit أو أوجد صورة limit هاي مثال ثاني للـ tan inverse بدنا إذا كانت الايام تساوي tan inverse للـ unseq plus 1 over unseq طبعاً المثال السابق بما أنه اللمت موجودة إذن إيش ماله هاي بما أنه اللمت طلعت معنى موجودة معنى هو إيش ماله عفواً convert حسناً إذن هاي تساوي نشوف هاي هلا بدنا المثال لـ tan inverse فطلعت معي اللمت لهذا المقدار هي كم تساوي هاي اللمت تساوي 1 معنى أنه صار عندي tan inverse للـ 1 شو هي tan inverse للـ 1 buy over 4 معنى اللمت موجودة إذن هاي السيكوانس شو مالها إذن هاي السيكوانس convert لأنه اللمت اللي إلها إيش مالها موجودة أوكي هون بعض الأكسرسايزز من صفحة 546 محلولين هاي الأكسرسايز number 3 حكي ناقص 1 to the power and over un هلا هاي مشان حلة استخدمنا لها البنشينك حصرناها بين 1 على أن وناقص 1 على أن المت لهذا النقدار صفر المت لهذا النقدار صفر إذن المت لهذا هاي إيش بدها تطلع صفر فإذن هي تكون إذن بالبنشين كثيرة هلا هاي 2 to the power and over 4 to the power and هاي اكسرسايز number 9 هلا هاي شو عمنا أخذنا 2 to the power and من البص وأعلى إشي بالمقام 4 to the power and هاي يشغلنا فيها زي ما منتعاون عكثير حدود عكثير حدود هلا لما نخرج to the power and من المقام بصر عندي واحد زائد واحد على 4 to the power and هلا 2 2 على 4 هاي كلها ماشي هاي 2 على 4 هاي 2 على 4 to the power and طبعا 2 على 4 هي نص هلا رح ناخذ بالsection القادم اللي هو section section 11.4 اللي هو some important limit إنو إذا كان عندي إذا كانت العدد اللي موجود هون أقل من الواحد زي الربع هون وزي النصف في زي الربع هون والنصف هون هينصف هلا إذا كانت الـ x مطلقها أقل من الواحد فلما بدي أخذ اللمت للعدد قوة رح تروح لوين للصف ليش لأنه هلا نيجي عن النصف على سبيل المثال النصف لما بتربعها بتصير ربع كعبها بتصير ثمن أعطيها قوة أربع بتصير واحد على 16 لاحظ كل ما رفعت الأعداد اللي أقل من الواحد كل ما رفعت درجتها كل ما رفعتها لقوة أكبر كل ما لها h بتصغر فبالتالي لما بتروح انتل infinity h مال ها رح تروح لمن 0 رح تقدر 0 فمعناها هاي اللي مثل هذا المقدار h تساوي 0 زي ما حكينا رح نشوف ها برضو في section 11 point 4 إذن هاي اللي مثل هذا المقدار تساوي 0 ليش لأنه ما داخل لأنه هاي قيمة x هاي القيمة اللي المرفوعة للقوة n اشمالها أقل من الواحد نفس الشي هون الواحد على 4 أقل من الواحد absolute value دي لها أقل من الواحد معناته الواحد على 4 قوة n اشمالها رح تروح للصفر فصارت عندي صفر على 1 plus 0 طبعا ما إنه اللمت موجود إذن هي convert نشوف المثال اللي بعد اللمت طبعا هاد سؤال 25 لن الان ناقص لن الان زائد 1 هلا هاي مشان نوجد اللمت لهذا المقدار اللي هي بتطلع معي بدي أوجد المت as angostum فنتي للن الان ناقص لن الان زائد 1 هلا هاي كي بدي أوجد المت لها هلا إحنا بنعرف من قواعد اللن إنه الطرح هي عبارة عن عملية قسمة الطرح في اللن هي قسمة فهي بتتصير لن الان على ان زائد 1 صار عندي function وجو sequence السؤال الأول هل هذا function عنده مشكلة باللي ما داخله لا بالsequence اللي جوه ما في مشكلة فمعناته أخذنا المت للي ما داخل اللين وخلينا اللين بير هلا هذا المت لهذا المقدار درجة البص بتسوي درجة المقام إذا معاملاتهم واحد فإذا طلعت معي لن الواحد واقتراني ما عنده مشكلة عند الواحد متصل ما فيش مشكلة لن الواحد قداش صفر إذن هاي converge لأن النهاية موجودة مثال آخر واحد على أن نقص واحد على أن زائد واحد هلا هذا أنا موحق مقامات بس حتى بدون توحيد مقامات واحد على المال نهاية صفر نقص واحد على المال نهاية صفر صفر نقص صفر صفر يعني حتى مش محتاج أوحد مقامات زي ما أنا عامل هل هل تقريبا هاي قبل ما نحولها لطرح لازم لما بدنا نحول الطرح لقسمة في اللين لازم تكون معاملات نفسها أو كل عدد موجود يعني هاي الاتنين قبل ما أحولها لقسمة رح أرفعها هون رعطيها درجة لمن لهاي فرح تصير هاي هي عبارة عن لين الثلاث أفون لين الثلاث أن كلها تربيع ماشي لازم أخلي بالأول معاملات اللين متساوي ناقص لين لأن تربيع زائد واحد إذن بالأول هيك بكتبها وبعدين خلاص بكتبها بدلالة إيش القسمة أوكي في رأي تنجرب فيها من هذول ونحاول إنحيل ترجمة نانسي قنقر